مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم راح يكون عن سفينة السنو اللي هي السفينة رقم كم رقم خمسة تقريبا لازم في البداية السفينة رقم السفينة عشان تعرفون عن اي سفينة اتكلم وبعدين نبدأ نتكلم عن البلد اللي بيكون في هذه السفينة السفينة هي صناعة عناصر جديدة وتكون السنو هذي في السفينة الطليعة اللي هي يكون ترتيبها الترتيب السابع من ليفل 5 على القهل اليوم بنتشوفوا بوش الحاجات اللي تقدر تصنع بها هذه السفينة او المتطلبات اللي تصنع بها هذه السفينة هذه السفينة تعتبر سفينة التانك يعني تاخذ لك عدد كبير من الضربات وميزتها استعادة قوة التحصين بنسبة اربعة بالمئة لكل ثانية في اثناء التحصين اللي هي التحصين تعرف لما لما يبدأ يضربه فيك وتضغط على زر الدفاع اللي هي انك تاخذ تاخذ دمج هذا اللون الرصاصي يبدأ ينقص فهي ترقع لك اربعة بالمئة في كل ثانية ونفس الشيء زيادة قوة التحصين خمسين بالمئة واستعادة قوة التحصين بنسبة مئة وخمسين بالمئة اسرع يعني اه فهذه السفينة اللي بتكلم عنها اه طبعا انا ما استخدم هذي السفينة لذلك في هناك حاجات ما موجودة عندي بس بخبركم بالضبط ويش اللي يكون اه حاطينه في هذا المكان قبل عن نبدأ اذا كنتم ما حاطين على قناة زر المتابعة اتمنى للكم ضغط متابعة وكذلك الضغط ولايك للفيديو عشان تنتشر القناة وينتشرون الفيديوهات لابعد اه مكان ممكن اه نروح في البداية نتكلم عن الاسلحة اللي نستخدمها في هذه السفينة في المقدمة نحط لك طبعا انت تحط اقوى سلاح من كل الفئة عندك او انك تروح تصنع اقوى سلاح من هذه الفئة مثل ما قلت انا ما استخدم هذه السفينة لذلك ما بروح واصنع اه سلاح لهذه السفينة بشكل خاص لاني ما استخدمها ففي المقدمة تحط لك افضل اه طوربيد ممكن انك تحصله بالنسبة لي انا ارث رحمة لاني استخدم اه الطوربيدات فتقدر تحط اه ما تطلعات رحمة ارث الرماح تحطه في المقدمة والقهة اليسرى تحط لك ديمي الاغلاق طبعا لكل القهتين اليسرى واليمنى اه مدفع ديمي للاغلاق او اه مدافع البازلسك او مدافع الزمزمة على حسب اه اه اقوى سلاح من هنا الفكرة انه يكون ان هذه الاسلحة اه مداهن تقريبا ميتين وخمسين ما يكون مدى بعيد فانت تستخدمها لقهة اليمين وقهة اليسار اه خلاصنا لقهة اليمين نحط كالفرين بس المفروض انك تحط نفس الحالة مدفع ديمي الاغلاق على القهتين بالنسبة للخلف تقدر تحط لك افضل سلاح اه منقنيق طبعا انا عندي هذا السلاح لان يطلق اربعة اه طلقتين لو حطيته في الخلف بيطلق طلقتين في ان واحد بس انت تحط اي واحد من الاسلحة الي عندك الي هي اسلحة المنقنيق وفي الوسط الاسلحة البديلة فانت تستخدم اقوى سلاح صواريخ موجود عندك اه ما تستخدم مدافع الهاون ليش لانك انت بتكون اصلا قريب ليش هذه السفينة تاخذ لك دامج عالي فانت تحط البلد بو مالك على انك تكون قريب منهم لكنك ما تكون بالقرب اللي بتكون به في سفينة الاستدام فانت تكون على مسافة قريبة مئتين مئة وخمسين كده في هذه المسافة في هذه المسافة انت تقدر تستخدم الصواريخ وتاخذ الادفانتج منها بالنسبة للدرع تاخذ لك درع يكون فيه الاضرام والنار ويعني هذه النوعية من الدروع هذا يعطيك 12 بالمئة في النار بس هذا يعطيك 25 بالمئة في النار فانت فضل الدرع ليعطيك وقاية من النار هذه هي النار فدائما نختار لكم واحد من هذه الاسلحة طبعا نفس الشيء تختار اقوى سلاح عندك من هذه الميزات في النهاية الاثاث هذه السفينة تتيح لك اربع خانات للاثاث ما تتيح لك خمس خانات مثل السفن الباقية ففي البداية تحطي لك زيادة الضرب مقدارك 16 من هقوم الطاقم ليش لانك انت بتكون قريب في ذي المسافة اللي قد لك مئة وخمسين لمئتين متر فمن هذه المسافة تحتاج الى ضربات هقوم الطاقم فانت تريد انه يعيد يسرع لك عملية هقوم الطاقم ونفس الشيء يزيد الضرر اللي يقيك من هقوم اول اللي تعطيهم اياه من هقوم الطاقم في الخانة الثانية نحط لنا ترسان المصانع لزيادة الضرر ناقم من الاسلحة البديلة اللي هي سلاح الصاروخ اللي انت حطنه كسلاح بديل هنا هذي نفسها موجودة بالضبط انا ما موجودة عندي هذي اسمها مصنع المرقام ون لكنك انت تستخدم مصنع المصنع اللي نستخدمه في قدام التوربيدات رقم واحد او مصنع الرماح خلني اتأكد بس لحظة في الخانة الرابعة اه يقول لك الروكت اللي هين الصواريخ فنفسها بالضبط بتكون مصنع الصواريخ رقم واحد ولو تقدر تشوف على المنزة اللي تضيف لك اياها بتكون زيادة مضاعف الضرر الاولي من الصاروخ بمقدار 19 بالمئة تختار هذه وفي اخر مكان بتختار بوق الحرب الشائك لزيادة معدل شحن من هكوم الطاقم بمقدار عشرة لانه قلنا احنا نكون قريبين منهم فنحاول ننسرع عملية اه الطاقم عملية اه انك تضرب اه تهكم هكوم الطاقم فالذلك تختار هذه في النقطة الرابعة وخلاص هذه هو البلد اللي بنستخدم اللي تستخدم افضل بلد تستخدمه لسفينة السنو ان شاء الله بكرة بننزل البلد للبادي وكانج واخر شيء للسامبوك هنا تكون نهاية الفيديو اتمنى الفيديو عقبكم اتمنى انكم تضغطوا على زر اللايك وضغطوا على زر السبسكرابي طبعا وهنا نشوفكم فيديو فيديو اخر ما كتبتوا في التعليقات اذا تريدوا نسوي لكم ايش اسمه هذا ديسكورد خاص بنوبة غيمر عشان تتبادلوا اليوزرات فهذا تذكير مرة ثانية ونشوفكم فيديو اخر والسلام عليكم